بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة والأحباء أهلا بحركوا في اليوم دايما بنقول أن الشخص العائل الواعي الذكي هو الشخص اللي بيستفيد من تجاربه ومن أخطاءه السابقة وكذلك من تجارب وأخطاء الآخرين من تجاربه وأخطاءه هو والتجارب وأخطاء الآخرين المحيطين به والموضوع ده مش بس على مستوى الأفراد ولكن حتى على مستوى الدول الدول بتستفيد من تجاربها ومن أخطاءها والتجارب بتاعت الدول تتبثل في التاريخ دايما بنرجع للتاريخ ونشوف احنا كنا كويسين في ايه نحاول نكمل في هذا المصار وننمي فيه وكنا وحشين فيه ونبتعد عنه والإنسان الصح كده الإنسان الواعي العائل اللي بيفهم بيعمل كده ايه الحاجة الكويسة أكمل فيها ونميها واشتغل عليها وايه الحاجة الوحشة اللي أنا وقعت فيها أو اللي تسببتلي في مشاكل قبل كده أو أشياء سيئة بالنسباني فأبتعد عنها ده الصح وده العقل وده المنطق يعني حتى مش محتاجين شخص ذكي أو يعني عنده ذكاء خارج عشان خاطر يفكر بهذه الطريقة دي حتى الفطرة الإنسانية بتقول كده وأكيد بمفهول مخالفة إن الشخص الغبي الغير واعي اللي مش فهم أي حاجة اللي العنفوان والعنجهية وغداه هو الشخص اللي بيقع في نفس الأخطاء ولا يستفيد من تجربه السابقة أو من أخطاءه السابقة واللي بيأتي أفعال يعني نفس الفعل بنفس الكيفية ونفس الطريقة ويتوقع أن تكون النتائج مختلفة هو ده الشخص الغبي ليه أنا بقولي الكلام ده أنا بقولي الكلام ده تعقيبا على الصورة التي انتشرت للأخ محمد رمضان محمد رمضان أنا قدمت عنه قبل كده فيديوهات كثيرة وكنت أتمنى اللي أنا أشيد به في أحد الفيديوهات ولكن للأسف كل المواقف يعني اللي بيعملها محمد رمضان لا تدعو إلى الإشارة سبكوا بقى أنه بيمثل وسبكوا أنه موهوب وسبكوا من الكلام ده كله لأن هناك يعني ملايين الموهوبين في مصر يعني أو آلاف الموهوبين في مصر وفيه ناس مش عارفة تاخد حظها ولا فيه ناس عارفة تمشي خطوطين على بعض في هذا المجال فقصة أنه موهوب أو مش موهوب أو الكلام ده كله كل ده ما يسواش بصل عندي كل ده ما يسواش بصل عندي أوصات تصرفات غير مسؤولة تصرفات استفزازية للناس فكل بقى الموهبة والكلام الحموصي ده كله مالوش أي قيمة ولا اعتبار عندي يعني لأنه لو كان هو حتى موهوب فن نفسه زي اللي بنقوله زاكر عشان تذاكر نفسك أو إنجح لنفسك هو بظه برضو موهوب لنفسه هو اللي بيستفيد من هذه الموهبة إن وجدت يعني وإن كنت شايف أن الكلام عن موهبته زيادة عن اللزوم وإن هو أقل من كده بكتير الصورة طبعا اللي أنا بعرضها لحركة كل وقت لمحمد رمضان وهو جالس فيه طائرة يقال إنها طائرته الخاصة ووضع أو حاطت على الكرسي المجاور له الدولارات الصورة طبعا أكيد حركة شفتوها يعني الموضوع مش جديد مش جديد في الحدث ومش جديد فيه تكراره لأنه عمل برضو كالموضوع ده قبل كده وأنا قدمت فيديو عن التصة دي وهسيبه لحركة فيه الفيديوهات المخترحة عشان نفتكر يعني أنا بعتبر قناة زي القناة بتاعتي وأي قناة تانية برضو بتقدم موضوعات مختلفة أو متنوعة دي توثيق للحظات معينة يعني أنا برجع ساعات للقناة عشان أشوف أنا قلت إيه في موقف معين أنا فاكر الموقف ده فعاوز أشوف الموقف ده كان إيه فبرجع للقناة بتاعتي أو لقنوات أخرى عشان نشوف الموقف ده تقال في إيه فأنا قدمت قبل كده عن محمد رمضان فيديو لموقف مشابه مليون في المية برضو لما كان أخوه قاعد بيعد الدولارات في الطيارة برضو وبيقول هواية أخويا المفضلة معرفش هوايته من إمتى يعني من أسر يعني بهوات وبشوات يعني إخطاعيين عشان تبقى هوايته يعني المهم فالمشهد زي ما قلت الحراكو اللي أنا برضو ببعرضه الوقتي لمحمد رمضان هو جالس وبجواره يعني كمية كبيرة من الدولارات يعني وطبعا مسك الموبايل يعني اللقطة لقطة تمثيلية مش لقطة طبيعية اللقطة دي لقطة تمثيلية لأن أولا هو طبعا عامل الموضوع ده وهو يعلم ردود الأفعال اللي هتيجي عليه أكيد طبعا في ظل كمان أزم الدولار وفي ظل أوضاع اقتصادية سيئة ويعاني منها الجميع سواء دولة أو مواطنين هو يعلم ده وبالتالي لما أنت تحط صورة زي دي ملهاش يعني وفقا للعقل والمنطق أي مغزة يعني ملهاش أي معنى يعني ما فيش حاجة أنت المفروض عاوز توصلها من خلال الصورة دي إلا أن أنت تستفز الناس وتضايقهم وتستفز الدولة وتضايقها بحكم أن المشكلة العويصة بتاعت تلوقتي هي الحاجة اللي موجودة جنبك على الكرسي زي ما أنا قلت يعني لو أنحلل الصورة منطقية لنش هلاقي أي سبب منطقي يدعو لهذه الصورة أن واحد يقعد وفرش للدولارات جنبه على الكرسي ده شيء مش طبيعي لأن النهاردة لو أنا حتى راجع من سفرية أو من مشوار أو من أي مكان ومعايا ببالغ مالية هكون حارتها في شنطة على الأقل حتى يعني شنطة أو موجودة في مكان ما مش هحطها فردها كده زي ما يكون ببيع طماطم مثلا أو ببيع خيار أو ببيع فاكهة وحطتها قدامي كده أو جنبي عشان خطر أعرضها للناس طبعا فالصورة واضح هو عاوز يوصل من خلال عاوز يعمل حالة من إثارة الجادة المرة تانية هو بينجح في هذا الموضوع ليه؟ لأن احنا بنتطر نتكلم عشان نهجمه بسبب هذه التصرفات هو ما يفرقش معاه على فكرة هو ما يفرقش معاه خالص اللي بيهاجم أو اللي بيشيد لأن في الحالتين هو بيحقق الانتشار اللي هو عاوزه سواء كان حد بيهجمه أو حد بيشيد به ففي الحالتين هو كسبان لأن في الحالتين اسمه بيتردل هو نفسه في القصة لي أن يفضل اسمه موجود 24 ساعة في 24 ساعة فيبدأ اسمه ازاي أو اسمه يكون موجود ازاي يكون موجود بتصرفات خيبة زي اللي هو بيعملها دي طبعا في ناس كتير للأسف الشديد قدت أو وصلت هذا الشخص أنه هو يعمل كده الناس اللي عملها تنفخ فيه بشكل كبير جدا ومحسسنا أن ده ظاهرة كونية لم ولن تتكرر أنا عايز بس يعني طبعا بغض النظر أن هذا تصرف تصرف أحمق طبعا وتصرف ليس له قيمة وليس له معنى ويدل على يعني فراغة عقل هذا الشخص يعني بشكل كامل يعني ولكن أنا عاوز أقول للأسوز محمد أو لمتابعينه أو لمحبينه أو لعشاقه أو لمريدينه أي مكان مسماهم أن أنت يا أسوز محمد أنت مجرد ممثل أنت مجرد ممثل شخص بيطلع بيمثل أدوار كل أدوارك شبه بعضها حتى مسلسلك الأخير اللي أنت عملته في شهر رمضان ربنا يجزيك خير اللي أنت مشترك في جريم التحوير رمضان أو شهر رمضان إلى شهر مسلسلات ربنا يديك على قد ميتك يعني يعني لم تخرج من عباية شخصياتك السابقة الصوت التخين مش عارف إيه الأسلوب البلطجة الصياعة مش عارف إيه كلام ده كله ما خرقتش بره العباية فهو ده الخط بتاعك فأنت يعني أنت مجرد ممثل وحبينا نعرف إنته داخل المجتمع فهو ليس له قيمة ما بقولش أن الممثل نفسه ما ليش قيمة ولكن أنا بتكلم عن اللي بيؤدي هذا النوع من التمثيل لأن فيه ممثلين عظام عندنا تاريخنا مليء بأشخاص مخترمين كانوا يعني بيقودوا الفن المصري وكانوا بيعملوا أدوار خالدة الناس كلها كان بتكلم عليها وكان لها مغزة وكان لها هدف وغيرت أوضاع كتير على الأرض لكن هو طبعا هو محمد رمضان والمجموعة اللي موجودة دلوقتي ملهمش أدنى علاقة بالكلام ده كله هو مجرد شغل للشغل للسبوبة والفلوس وخلاص فأنت مجرد ممثل اختفاءه لن يضرنا في شيء بل بالعكس ممكن يكون نافعا لنا اختفاءه لن يكون ضرا في أي شيء يعني الفن واللعب الكورة والكلام ده كله كل دي آه ممكن تكون حاجات طرفيهية ولكنها تبقى أشياء طرفيهية يعني احنا مش يحصل لنا حاجة لو دول اختفوا من المشهد تماما مفيش أي حاجة ولكن هنتضر بشكل كبير لو الطبيب اختفى لو المدرس اختفى لو المزارع اختفى لو اي لو الناس لو عامل اضافة اختفى لو عامل الصرف الصحي لأن الناس دي المهمة دي هنتضر بشكل كبير جدا لازم اختفى ولكن لو ممثل اختفى او لعيب كورة اختفى مش تفرق مش تفرق معانا لأن دي كلها حاجات طرفيهية ولاست حاجات طبعا زي ما نقول تنحركه يعني هو للأسف بيعمل تصرفات دي زي عشان يثير الجدل وعشان يخلق حالة من الجدل حوالي هو عارف كده وإحنا عارفين كده وهو بيوصل زي ما نقول لو عاوزه بدليل الناس بتبدأ تتكلم وانا كمان طلع أتكلمه لكن طلع أتكلم عشان انتقده مش عشان قاطر وشيت بيه الوقت اللي احنا فيها جماعة احنا للأسف عملنا لشخصيات أو لأشخاص يعني المفروض يكونوا في يعني مكانة قد كده خلناها قد كده يعني المكانة المفروض بتاعت الأشخاص تكون قد كده واقل من كده كمان احنا عملنا حواليهم هالة ضخمة جدا من يعني التطخيم والتبجيل والتعظيم الفارغ اللي مالوش اي سبب او مالوش اي مسند لمن عقل والمنطق وحطناهم في اماكن مش بتاعتهم وللأسف طبعا هم سرحين في القصة وفرحانين بها لان هم عارفين ان هم لا يستحقوا ان هم كونوا موجودين في هذه المواقع ولكن بعض الناس بتضخم فيهم بشكل كبير وتنفق فيهم متوصلهم لمرحلة ان هم يشعروا ان هم اشخاص محمد رمضان وكل من هم على شكلته انتم مجرد ممثلين شيء طرفيه شيء للطرفيه شيء للي احنا عشان نقعد نتفرج عليه ونضيع وقت عليه ولكن اذا جينا للحق او جينا للصح او جينا ليه يعني مربط الفرس يعني فانتم وجودكم ذي عدم وانتم كغثاء السيل ليس لكم اي قيمة يعني يعني مفيش يعني اختفاقكم زي ما قلت لو ما بقاش يفن لفترة من الفترات يعني الناس مش هتموت ولكن الناس هتتأثر بشكل جديد لو المزارع مقاش موجود لو الدكتور زي ما انا قلت او كل الفئات المهمة داخل المجتمع اللي للاسف لا يتقاضوا واحد على مليون من ليه الامثال محمد رمضان بيتقاضوا في الاعمال اللي بيقدموها وبيقوموا بيها المفروض انا شايف ان يكون في وقفة مع هذا الشخص وزي ما انا قلت محمد رمضان محمي الله اعلم محمي بمين ولكنه محمي حاسس انا كده يعني بيدخل النقابة لاجراء تحقيق لو منشوف مثلا فيه تصرفات كثيرة خاطئة له سابقة ويقول لك النقيب سوف يتخذ اجراءات عارفين انت التصريحات العنترية البربرية المهلبية دي وفي الاخر ولا يتم اي حاجة مجرد مسكنات عشان قطر رأي العام يهدى يقول لك خلاص ده دخل التحقيق ويخرج يمكن اقوى مما دخل يعني فعادي لا بيتم معه تحقيق ولا بيجرى معه اي شيء ولكن مجرد فرقعات وخلاص لان محدش عارف واحنا عارفين هو دخل متحقق معه ولا لا ولا اصلا راح ولا لا القصة كلها قصة مصالح وقصة علاقات واللي له ظهر ما يندربش على بطن فالاستاذ محمد زي ما قلت قاته هذا التصرف لانه لم يتم حسابه او محاسبته على الاخطاء اللي ارتكبها قبل كان احنا شفنا الكوارث اللي عملها قبل كان وشفنا اللي بيعمله حتى الى الان لازال بيرتكب هذه الحمقات وشفنا اللي عمله في الطيار رحمة الله عليه الكابتن اشرف ابليوسر ربنا يرحمه بعد ما اهره وبعد ما تسبب فيه موته وشفنا انه حتى رد على الحكم اللي كان صدر اللي صالحوا انه مسك الفلوس المزيفة بقى او الحقيقية وقعد يرميها في حمام السباحة كده بشكل يعني استعراضي وشكل فج يعني فانا زي ما انا قلت يعني الانسان اللي بيحس انه هو في مأمن من العقاب لابد وان يسيء التصرفات يعني النهاردة لما انا بعمل حاجة غلط واتعاقب عليها او انضرب عليها كده انضرب مش معنى انضرب وانضرب يعني يعني يتقلل ان دي غلط او اطرر سويدني خلاص يبقى انا كده عرفت ان التصرف ده غلط مش هقتي تاني ولكن ده واحد بيعمل اخطاء في اخطاء في اخطاء في اخطاء في اخطاء في التصرفات ملاش اي معنى ويتعدي عادي جدا الصورة اللي هو مصورها دي هل الصورة دي عشان بس في ناس تطلع تقول لك ايه انتو مطبص ومش عارف ايه كلام ده كلام كده في ناس تطلع تقول كلام يعني يعني اسوأ من الصورة نفسها الصورة دي مين اللي صورها له اتصورت له في الطيارة اللي هو كالركبة مين اللي نشرها انت لما يا جماعة لما حد بينشر حاجة على السوشيال ميديا اذا انت فتحت باب النقاش للجميع انه يتكلم في هذه الحاجة محدش ينشر حاجة على السوشيال ميديا زي ما انا بقدم لحركوا كده يعني حلقات يعني على هذه القناة وادخل ما اقول لا مش عاوز حد ينقشني ازاي اذا كنت انا عملت فيديو او عملت حلقة بناقش فيها امر معين ورفعتها على القناة للعامة وبالتالي اصبحت في مواجهة العامة هناك من يقبل ما اقول وهناك من لا يقبل وبالتالي ما ينفعش لا اقول لا مش هنقش الصورة اللي اتصورت الصورة اللي انا عرضها لحركوا وبعرضها من وقت للتاني كده واحنا بنتكلم يعني صورة استفزازية وصورة طبعا للاستعراض وصورة للمنظرة وصورة للفشخرة وحدسوا على حرك مين اللي صورها له صورها له واحد على الطيارة ونشروها عشان خطر يوصل لحالة او لرد الفعل اللي احنا فيه الان طيب المفروض يكون في حساب على هذا الموضوع ولا وبينشر كمان صورة انه رامي الدولارات جنبه الغير مكترس يعني الراجل لا يهتم بالدولارات يعني واللي هو طبعا بيكسبها من حرام فحرام فحرام يعني الراجل بيروح يقلع في امريكا ويجيب دولارات فأعتقد ان ده تصرف حرام يعني حتى فلوس الفن مشكوك فيها طبعا إلا لو كان حد بيقدم فن مخترم راقبي يعني بيناقش قضايا هام داخل المجتمع فأعتقد ان ده حلال زي ان الشيخ الشعروي كان تحدث فيها زي القضية قبل كده وسؤل هل فلوس الفن حلال ولا حرام فقال الفن زي نشاط حلال وحلال وحرام وحرام فلما انسان بيقدم الفن صورة ايجابية وجيدة ومخترمة لو كان بقى فن هلس فلس وبلطجة وواحد منجوز الاربعة والليلتك والليلة الزرقة والليلة الخضرة والليلة الحمرة والليلة الزرقة على دناغه ويقلق كلها وبعد كده فجأة واحد بموسيكل في فيلم في العيد بعد كده هب على امريكا اقلع التشيرت اللي هو طبعا بينه وبينه عداء شخص ما بيطقش فيه دوم على نصه الفؤاني ويظهر عاري تماما فيه الحفلات اللي بيعملها في امريكا لو معرفش من امتى بقى يغني وليه بقى يغني فالكلام ده كله اعتقد انه حرام وما فيه اي حلم من اي نوع الخلاصة لان انا طولت على حضراتك ولا يستحق كل هذا الوقت مننا ولكن الرسالة اللي عاوز اقولها في الاخر ان احنا يا جماعة للأسف الشديد احنا بالشرط احنا يعني انا وحضراتك يعني اي شخص اللي بتكلم في العموم يعني اللي بنعمل لهذه الشخصيات سعر وقيمة سعر وقيمة انا عرضت لحضراتك قبل كده يعني في وقت ما كانوا بيعرضوا المسلسل بتاعه اللي هو العمدة ده شفنا ناس في محافظة المنوفية معلقين يفطب يهنوه بانه خرج من النيابة رغم انه مسلسل وعرضت الكلام ده كله واسيب برضو كله الحرك وفيديو المقترحة عشان شوف الخيبة اللي احنا وصلنا لها فتخيلوا انه في عقليات بتهني ممثل انه خرج بين صرايا النيابة في المسلسل اللي هو بيقدم او بيالعب او بيشغال فيه هل دي عقليات ممكن انتبني وطن هل دي عقليات ممكن حد يحترمها هل دي عقليات يعني انا يعيش مسا بتفرج على المسلسل انا اعرف انه تمثيل في تمثيل ومش حقيقي اهني واحد خرج من نيابة ويعلق ويفطأ ويوزع شربات عشان المعلم جعفر خرج من نيابة يا جماعة ده احنا والله عايشين في وسط مجتمع يعني اقولي بس يعني والله العظيم عايشين في ناس متخلفين عايشين معنا في هذا المجتمع والمتخلفين دول هم من يصنعوا لهؤلاء الاشخاص سعر لو مكنش في متخلفين مكنش واحد زي محمد رمضان او غيره تقاض ملايين في المسلسلات في وقت الناس بتقن ومش لا يتاكم لو مكنش متخلفين في المجتمع مكنش شاهدوا اعمال بتتعرض في شهر رمضان اللي هو شهر العبادة و دعموا دعموا اللي بيعملوا هذه الكوارث في شهر رمضان اللي اختصوا شهر رمضان بالمسلسلات اللي بيشاهدوا المسلسلات بيدعموهم في الاسم اللي هم بيرتكبوه و بيخلوهم يكملوا لانه بيشوفوا ان فيه نسب مشاهدة عالية طبعا وبالتالي طب لإلي خلاننا توقف ده فيه فلوس داخلنا وفيه سبوبة حلوة وزي الفل يعني وبتاع داخل النهاردة ده بيخليهم يتمسكوا اكتر بانهما يعرضوا في شهر رمضان لكن لو حصل تكاتف بالناس و اطعو المسلسلات منتج هذه المسلسلات المصرين يعرضوها في شهر رمضان او الاعمال دي في رمضان هيقول لك لا ده الناس خلاص فائت والناس عرفت ان رمضان ده شهر العبادة لا يا صح ولا يليك ان اتحول لشهر مسلسلات فالناس هي اللي بتعمل دول سعر يا جماعة واحد زي محمد رمضان او غيره لو الناس اطعته الناس ما تفرجتش ما دخلتلوش افلا ما تفرجتش على مسلسلاته يعني خلاص مش عاوزه يقع ولكن عايزه يفوق لنفسه يفوق لنفسه تصرفات الصبيانية تصرفات غير مسؤولة اللي هو بيعملها دي يتراجع عنها يتراجع عنها يا عم انت ممثل خليك ممثل انا مختنع بك مش مختنع بك دي تحط الدولارات جنبك ومساكن الموبايل مش مهتم ده شغل عيال وشغل يعني اقولي بس يعني يعني شغل عيال شغل عالم فاضية شغل واحد دماغه فاضية دماغه فارغة ما عندكش حاجة مهمة تقدمها للناس انت معتمد على شوية اللقطات الخيبة اللي انت بتعملها دي وخلاص انت معتمد على شوية الكلام الفارغ المجتمع بجد ما كنتش تعمل حركة زي كده دايما الانسان اللي عنده نقص لازبا يعمل تصرفات خيبة زي كده لكن الانسان اللي حاسن ومعندوش نقص مش محتاج يعمل حاجة زي كده عشان يظهر او عشان الناس تحبه او الناس تتعلق به وترتبط به فخلاص القول خلاص القول عشان انهم مع حضراتكو يعني هذا الفيديو اللي انا قطلت فيه انا اسف يعني ان زي ما نقلت الناس هي اللي بتعمل دول ساعة ومتابعة هؤلاء الاشخاص هو اللي جعل واحد زي هذا النهاردة يحط رجله على رقبة الناس ويتقاض ملايين مالها أقول من آخر في وقت الناس اللي بتتفرج علي نفسها مش لقيت كعديدة وكثيرة يعني دول يعني عايشين يعني على حد الكفاف زي ما بتقال حد الكفاف في يعني أفيقوا واستقيموا يرحمنا ويرحمكم الله ودوا اهتمامكم للي يستحقوه بجد كفانا بقى كفانا اهتمام بالممثلين ولعبتوا الكورة وكفانا خلاص احنا شبعنا احنا شبعنا كفانا اهتمام بالممثلين ولعبتوا الكورة والفئات اللي بتقدم طرفيه لو الطرفيه اختفى خالص بالشجران حاجة لو تعطل لسنوات بالشجران حاجة ولكن وجهه اهتمامكم للفئات اللي تستحق ان يتم توجيه الاتمام إليها احنا قلنا احنا قلنا الفئات دي العلماء والمثقفين والأطباء والمهندسين والناس اللي بتزرع الفلاحين والعمال في كل الميادين وفي كل المجالات انا ما اتكلمتش حتى رغم الله رجل قانون ما ذكرتش رجال قانون انا بتكلم على الفئات اللي هي شغالة يعني بتلحط في الصخرة عشان خطر هذا الوطن هم دول نوجه اهتمامنا نحوه ولكن كفانا بقى اهتمام بالمثقفيني ولعبتوا الكورة يا جماعة حرام كده حرام كفاية الناس دي معاها فلوس مهببة الناس بشتاقية تاكل فيها فيعني نوجه اهتمامنا بقى الناس تانية اللي بيساهموا حقيقة في تنمية هذا الوطن احنا شفنا ادي نتيجة ايه ادي نتيجة الاهتمام واحد طالع بيستفز الناس ويستفز الدولة كمان انه حاطت جنبه الدولارات الرجل مش بهتم مبتاع الصورة خيبة وتصرف ما فيه اخيب منه ما فيه اخيب منه ربنا يكفينا جميعا شر خيبة العقل اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد دومتم في رعاية اللي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته